السلطة الصحية البريطانية تعلن عن شراء 60 مليون جرعة إضافية من اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر وبايونتك من أجل تعزيز برنامج التلقيحات لحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً من فيروس كورونا والسلالات الجديدة المتحورة. وزارة الصحة البريطانية أوضحت أنه سيتم إعطاء جرعات تنشيطية في وقت لاحق من العام الحالي لبعض الفئات التي سيتم تحديدها لاحقاً. الوزارة أضافت أن الهدف هو التأكد من أن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا يتمتعون بالحماية الكاملة من العدوى مرة أخرى خلال فصل الشتاء. من جانب آخر أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أنه لا توجد حالياً في المملكة المتحدة أي جرعات زائدة من لقاحة فيروس كورونا. وذلك رداً على سؤال بشأن اعتزام الهندون إرسال جرعات لمساعدة الهند.